أهلا ومرحبا بكم متابعنا الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن خبر عاجل وهم بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر لكن قبل الخوض في التفاصيل تسأل أعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليسلكم كل جديد أخبار المغرب وفي التفاصيل طالب الفريقا ليبلحز بالتقدم والاشتراك بمجلس النواب من وزيرة الاقتصاد والمالية ناتف التهلاء الأوية صرف مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعنية بها بشكل استثنائي ومسبق قبل حدود هذه الأضحى وذلك للتخفيف من وطأة ارتفاع الفحش في الأسعار خاصة الأسعار الأضاحية وأوضح الفريق في سؤاله الكتابي أن مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر الذي تتوصل به حوالي 3.7 مليون أسرى وفق الإحسائيات الرسمية يعد مصدر العيش الوهيد لمعظم هذه الوصر بالرغم من ضعانته خاصة في ظن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستيلاكية الأساسية وأشر الفريق إلى أنه مع تزامن حدود عيد الغضحة الذي لم يعود يفصلنا عنه سوى بيديا من قليل واستمر الوغناء وارتفاع قلفة المعيشة هناك ارتفاع غير أسبوق في أسعار الأضاحية على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخلة وتطمنات بخصوص وفرة الأضاحية ترجمة نانسي قنقر